إذا تريد أن تعرف كيف تصوير هذه النجوم تبع معي الفيديو سأعطي لكم اليوم بأسهل طريقة بأبسط ما يكون وهذا هو تيراميسو الأورانج بالليمون بأسهل طريقة سهلة ولم نستعمل لبيض لأن المرأة الفيتاء قدرته معكم وقلتوا لي ببيض خضر بزاف الناس لا تستعمل عليه وهذه كانت الوصفة الأصلية تيراميسو الأورانج هذا هو الأورانج نحضره ونحضره 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 ثلاثة حبات أخرى ونحضره وكما تلاحظون يوجد معلقات فارينة نحضر الميزينة إلى بريتو يوجد معلقات سكر ساندة وكاس عمر الماء نخلط هذه الكعلى للبرد ونحضره فوق النار وتكون مهيلة العافية مهيلة نجد نحضره ونحضرها بشكل سيد ستردد بشكل سيد نقوم بقرده ونحضره في البرد ونحضره ونحضره بعد ثلاجة ونحضرها إلى الغرب ونحضره بعد ثلاجة وندفط البرد خفاك 35% من ثلاثة إلى 35 ونتحضر برد سكر على حساب الرغبة ومن الأفضل إلى سكر غلاس سوف نضيفها سوف نضيف الفرماج لما سوف نضيف الفرماج لما سوف نستغنى على هذا الفرماج لذلك لا يوجد زعمة لذلك سوف نضيف هذا الفرماج تطلع بشكل جيد الفرماج يعطي إضافة ويزيدها ماداق كما تعرفه الحليب سوف نضيف البسكوط نضيف البسكوط سوف نضيف الحليب والذي يريد أن يضيف جيد أورانج لذلك سوف نضيف الحليب لذلك سوف نضيف الماداق لا يوجد الأورانج غالب نضيف الفرشة الأول ونصرحها كما ترون معنا سوف نضيف الحليب بعدما هذا الكريم سوف نضيف كما ترون كما ترون ونضيف الفرشة فوق الكريم فوق هذه الكريمة سوف نضيف الفرشة ثانية ثم سوف نضيف الفرشة كما تعرفنا هذا البسكوط ونضيف الفرشة الكريم وهذا الطريقة التي قمنا بتغيير الأورانج سوف تقوم بتغييرها بالسيترون حتى هو نفس الشئ وهذا هو السيترون كما تعرفون خصوص سكر شوية زايد الأورانج للا تكون حلو أعطينا جميع العلقات سوف تكون إكيليبرا ومجات الحلاوة غالبة عليه جان فرما ممتاز سوف نعود الفرشات من الفوق ونضيك وراء كما تريد بالنواد كوكو أو أي شيء أو لغانج لكم الاختيار يبرد جيد واحد ساعتين لما كان أو لغير واحد ساعة لما كان مهم يبرد ويشد فراثها ويعطيكم هذا الشكل سوف تقطيعها تيرامي سولفر كما يديرون له الإيطاليان هذا لا تقطعه يتقطع من العلقة كبيرة ويقعون بيرها فندان بنين بالنسبة للناس العزيز عليهم لغانج جربوه تيجي وعر وعر بزافة دي سير هذا ودوابانا وكما تلاحظون تشهال الله ويود دوزو بخير سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر